زي ما كنا بنتكلم حضراتكم مشاهدين الكرام فصل الشتاء بيكون من الأوقات اللي بتنتشر فيها الأمراض الفيروسية بشكل كبير احنا في برنامج هذا الصباح بنبقى حارسين دايما منذ بداية فصل الشتاء حقيقة على تقديم الاستشارات الطبية بالنسبة للفيروسات الخاصة بالبرد ازاي ايضا أو تناولنا مع حضراتكم في اكثر من حلقة معلومات مختلفة عن أنواع الفيروسات الخاصة بالشتاء نهاردة هنتناول فيروس تحديدا معروف باسم نوروفيروس نوروفيروس هنعرف المزيد عنه ايه هي أعراضه ايه هو نوروفيروس ايه طرق الإصابة بيه وطرق الوقاية منه ايه هي مدى خطورته وغيرها من الأمور كل ده من خلال ضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو الدكتور أشرف عقبة استشاري أمراض المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس صباح الخير على حضرتك يا دكتور صباح الخير أهلا وسهلا بحضرتك منوارنا في هذا الصباح يعني ضف غالي وعزيز جدا علينا دكتور أشرف شكرا جزيلا اسمح لنا قبل ما نبدأ نشوف مع حضرتك ومع سادة المشاهدين هذا العرض عن عدوى أعراض العدوى الخاصة بفيروس نوروفيروس في هذا العرض ونرجع تاني نناشى مع حضرتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما شفنا مع حضرتكم هذا العرض المعلوماتي عن نوروفيروس خلينا نبدأ مع حضرتك يا دكتور أشرف وإيه هو فيروس نوروفيروس وإيه هي أهراضه هو فيروس نوروفيروس ومعروف طبعا من بادري هو واحد من الفيروسات المسؤولة عن النزلات المعاوية وخاصة في فصل الشتاء هو بيبقى معدلات انتشاره أعلى في فصل نوفمبر لغاية شهر إبريل ويمكن دي التوقيت اللي بيبقى فيه هو مهيمن على معظم النزلات المعاوية اللي بتسببها الفيروسات الأعراض الحقيقة بتاعته بتبدأ بأعراض قئ شديد وإسهال كمان شديد وألام في البطن وقد يحدث معه مثلا ارتفاع بسيط في درجة الحرارة وألام في العضلات الفيروس الحقيقة هو سريع الانتشار ومن الفيروسات المعروفة أنه هو بتسبب في نزلات زي النزلات المعاوية ويمكن ليه مسميات مختلفة منها مثلا أنه هو حشرة الأمعاء أو أنه في بعض الأحيان بيسموه التهاب الأمعاء الشتوي لأنه بيحصل في فصل الشتاء الفيروس الحقيقة بدأ في الانتشار يمكن في بعض الدول حاليا موجود في إنجلترا بنسبة عالية وموجود كمان في الولايات المتحدة معدلات الانتشار والعدوى منه سريعة وعلشان كده لازم يكون فيه نوع من الاحتياطات أي حد بيعاني من هذه الأعراض لابد أنه هو بياخد إجازة طبعا وإذا كان بيعدل الطعام أو الأكل لأي حد من الأرائب أو هو بيشتغل مثلا في مطعم أو حاجة زي كده لازم يكون حريص على أنه هو يتوقف عن إعداد الطعام ده بالنسبة للمصاب بالنسبة طبعا للمخالطين لابد أن يبقى فيه حرص كبير على غسيل الإيدين بشكل متكرر وهنا دي نقطة مهمة الحقيقة بمشتركة في كل الفيروسات تقريبا بزبط احنا بنقدر نقول أنه غسيل الإيدين واحدة من الإجراءات الوقائية اللي بتمنع الإصابة بمجموعة كبيرة جدا من مسببات المرضية سواء هي فيروسات أو بكتيريا أو غيرها علشان كده لازم يكون يعني ضمن تصرفاتنا اليومية أن احنا فعلا نحرص على أننا نخسي الإيدين دايما وخاصة إذا كان بنتعرض لأسطح مشتركة أو أن احنا بنتناول أي أشياء ممكن أن يكون حد تاني اللي مسها قبلنا طيب إذا سمحت يا دكتور إزاي نفرق بما أنه هو من أبرز أعضاء أعراض نورو فيروس أنه يبقى فيه إسهال يكون فيه قيء يكون فيه غتايان يكون فيه ارتفاع في درجة الحرارة أحيانا إزاي نفرق بينه وبين التسامم الغذائي مثلا بالضبط هو في بعض الأحيان حتى بيسمى ده نوع من التسامم الغذائي بس الفيروسي لأنه ممكن إذا كان فيه حد مثلا أعد أكل ملوث بهذا الفيروس يحصل إصابة أكتر من شخص بنفس الأعراض اللي احنا بنتكلم عليها ويمكن فترة الحضانة بتاعة الفيروس ذا قصيرة جدا لأنه في خلال من 12 ل 48 ساعة تبدأ ظهور الأعراض بمجرد التعرض لمسبب هذا الفيروس لكن ممكن ينتقل بشكل آخر غير الطعام؟ هو زي ما بنقول أنه لازم يكون فيه نوع من ملامسة لمحتوات غذائية تم فعلا أنها حصل فيها عدوى بهذا الفيروس وممكن زي ما بنقول أنه بعض الناس ساعات بتاكل الأكلات اللي هي ملوثة بهذا الفيروس سواء من خضار أو فاكهة أو حتى من محار أو الأسماك ودي كمان مصدر من المصادر المهمة أنه لابد أنه يتم فعلا غلي الأكل أو تسخينه لدرجة حرارة أعلى من 100 درجة مقوية علشان فعلا نقدر نتخلص من هذا الفيروس وطبعا أي غذاء يكون ملوث بهذا الفيروس لابد من أن احنا على طول نتخلص منه بشكل آمن علشان ما يبقاش مصدر لعدوى للآخرين بالضبط طب إحنا عرفنا من حضرتك كده أبرز الأعراض الخاصة بنوروفيروس هل في فئات عمرية معينة ممكن بتكون معرضة أكتر للإصابة بي عن غيرها خصوصا لو حضرتك بتقول أنه هو بينتشر أكتر في الشتاء وبالتالي احنا نعتبر في عز الموسم انتشاره هو جميع الأعمار الحقيقة ممكن إصابتها بهذا الفيروس لزي ما قلت أن الأعراض عادة بتقعد من يومين لثلاثة في معظم الحالات لكن يظل الشخص المصاب نقل للعدوى لمدة أكتر من أسبوع بعد حتى يعني شفاءه مهم جدا طبعا الإصابة لا تصل إلى الأطفال صغار السن الرضع والأطفال الصغيرين قوي لأنه دول منعتهم بتبقى أقل وبالتالي بيبقى عندهم استعداد لحدوث نزلات معوية جديدة ممكن أنها تسبب لجفاف كمان كبار السن وخاصة الناس اللي بتعاني من أمراض مزمنة لأنه كبار السن بالذات يمكن النزلات المعوية فيهم بتقلل من السوائل اللي في الجسم وبالتالي ده ممكن يعمل نوع من الجفاف يأثر على الدورة الدموية الدماغية فنبص نلاقي بيحصل عندهم نوبات من الغيبوبة أو ضعف الدورة الدموية الدماغية كمان الناس اللي بتعاني من أمراض نقص المناعة أو بياخد علاج بيؤثر على المناعة لازم برضو دول يكونوا حريصين على أنهم يكونوا أبعد عن الإصابة وده طبعا من خلال الانتباع لإجراءات الوقائية زي ما بنقول أن أهمها على الإطلاق غسيل الإيدين وكمان غالي الأكل بالنسبة للخضروات والفاكهة لازم نغسلها بشكل كويس علشان ما تبقاش مصدر للعدوى وزي ما قلت كمان المحار والأسماك ممكن أنها تكون سبب للعدوى طيب لو روحنا مع حضرتك للعلاج والأدوية المتاحة هل في أدوية أو علاج فيما يخص نورو فيروس تحديدا غير يعني خلينا أقول بتشتغل على الفيروس نفسه ولا كلها بتشتغل على الأعراض ومواجهة الأعراض ليه السؤال ده يا دكتور أشرف عشان بطبيعتنا وحضرتك سيد العارفين أول ما بيبدأ أعراض وسخنية وألم إلى آخره ناس كتير بتروح للمضادات الحيوية فهنا بنهتم قوي أن نركز مع حضرتك على النقطة دي مدى صحة اللجوء لمثل هذا العلاج عند الإصابة بنورو فيروس بالنسبة للتهابات الفيروسية بشكل عام ما فيش مكان لاستخدام المضادات الحيوية خالص لأن المضادات الحيوية هي مضادات للبكتيريا وبالتالي الأمراض المتسبب فيها بكتيريا هي دي اللي احنا بنستخدم فيها مضادات حيوية أما الأمراض اللي بيتسبب فيها فيروسات فلا تحتاج إلى مضادات حيوية بالمرة احنا كده بنضر نفسنا مش بنستفيد مش بنقول أن المدة بتاعت المرض مثلا نتعدي أسرع ولا ولا عشان المفاهيم دي دايما للأسف منتشرة ومفاهيم خطئة بشكل كبير ده صحيح هنا في الحالات اللي هي الإصابة بالنورو فيروس لا هنا مش محتاجين مضادة حيوية على الإطلاق وكمان بالمناسبة يعني مفيش برضو مكان لمضادات الفيروسات في معظم الحالات احنا عادة بنعالج الأشخاص بعلاجات تتعامل مع الأعراض اللي هم بيعانوا منها وخاصة طبعا أن احنا لازم نهتم بإعطاء السوائل بشكل كافي علشان فعلا ما يحصلش أي جفاف بالذات في الفئات العمرية الصغيرة أو من الكبار السن بتشجعهم على أنهم ياخدوا سوائل بكميات كبيرة لأنه ده بيعمل نوع من التعويض للفقد اللي بيحصل نتيجة القيء والإسهال المتكرر نعم طب ليه بيبقى النصائح برضو السوائل الدافئة أكتر ايش معنى السوائل الدافئة في حالات الأمراض بصفة عامة أي دور بارد أي دور من الإصابة بدرجات يعني مختلفة من الأعراض دايما بيبقى النصيحة بالسوائل الدافئة اهي السوائل بشكل عام طبعا بتبقى مفيدة والسوائل الدافئة بنقدر أن احنا نستخدم منها كميات أكبر يعني لما بنيجي نتكلم على استخدام السوائل طبعا احنا يهمنا استخدام السوائل عموما علشان ما يحصلش الجفاف بالنسبة للسوائل ممكن زي ما بنقول أن احنا نعطيها عن طريق الفم وده من خلال المشروبات المعروفة مثلا بتريح بعض الألام ممكن حتى كمان استخدام بعض الحاجات اللي ممكن تقلل شوية من ألام البطن اللي ممكن يكون بيعاني منها الشخص المصاب لكن في بعض الأحيان بنحتاج أن احنا ندي سوائل عن طريق المحالي المغزية لأنه ممكن يحصل فقد لبعض السوائل أو بكميات كبيرة من السوائل إذا كان بيعاني من قئ متكرر أو إسهال شديد في الحالة دي طبعا بيبقى فيه تخوف من حدوث جفاف لأنه الجفاف بقى هنا ده المشكلة بالنسبة للأطفال الصغيرين وبالنسبة لكبار السن زي ما قال نعم طيب امتى يا دكتور يعني احنا زي ما حضرتك بتقول أو ذكرت من شوية أنه أغلب الناس بيعدي عليها الموضوع بأعراض بسيطة مش بتبقى أعراض كبيرة امتى نحس أن احنا لازم نروح للطبيب لو عندنا مثل هذه الأعراض هل الموضوع لي علاقة بشدة الأعراض ولا في عوامل أخرى لازم ناخد بالنا منها بزبط هو هنا يعني ده بيعتمد الحقيقة على أكتر من عامل العوامل الأولى هي الأعراض اللي بيعاني منها الشخص أثناء الإصابة عموما الإصابة بأي من الفيروسات يعني إذا كان فيه قئ متكرر وبدأ يحصل إحساس بعدم الاتزان أو هبوط في ضغط الدم مثلا أو علامات فقد سوائل بشكل كبير ده من العلامات المهمة المفروض أن احنا في الحالة دي لازم نتوجه للطبيب المختص علشان يقدر يدينا العلاج المناسب بعض الحالات طبعا اللي بيشوفها الأطباء هنا بنعتمد بقى على ما يلاحظه الطبيب من أعراض عند المريض أو علامات طبية طبعا نقص السوائل ممكن بيعمل نوع من الجفاف الجفاف ده بيقدر الطبيب المختص أنه هو يشخصه بشكل كويس كمان إذا كان فيه علامات لهبوط الضغط مثلا هنا برضو بنفس الحكاية هنا في الحالة دي احنا نحتاجين بقى فيه تعويض بالسوائل فيه بعض العلامات اللي ممكن تعتمد على التحاليل الطبية تحاليل الطبية علشان نشخص الفيروس ده بالذات احنا منحتاج تحاليل متخصصة اللي هو البي سي ار برضو زي طبعا الناس دلوقتي كلها بيتعرفها حافظة تحاليل البي سي ار هنا البي سي ار هو بيشوف دلالات وجود الفيروس في الإفرازات بتاعة المريض سواء من القيء أو من الإسهال أو حتى من الأكلات اللي هو تم فعلا استخدامها نقدر ان احنا نعمل التحليل منها كمان فيه تحاليل تانية زي الإليزة مثلا وده برضو واحد من التحليلات اللي احنا منستخدمها لتشخيص هذا الفيروس اذا كان بنتأكد فعلا من الإصابة زي ما بنقول ان هذا الشخص اذا كان حصل عنده جفاف او نقص في السوايل بشكل كبير لابد طبعا انه هو يدخل المستشفى علشان يتم فعلا متابعته واعطاءه الآلاجات المناسبة والمحليل المناسبة لحالته علشان ما يتعرضش لجفاف شديد طيب سؤال مهم اذا سمحت يا دكتور اشرف لان لو احنا منتكلم عن اعراض بسيطة ايا كانت هذه الاعراض مش شرط الاعراض بالضبط اللي هي اللي احنا منتحدث عنها دلوقتي فيما يخص نوروفيروس هل في حاجة معينة خلينا نقول انا دلوقتي مضطر ان انا اروح لطبيب واعرف نوع الفيروس بالضبط الجسمي بيعاني منه علشان اقدر ان انا اواجهه او ان انا اقدر اتغلب عليه خصوصا ان تقريبا رشدة الوقاية شبه واحدة بالنسبة للفيروسات اللي بتنتشر بشكل كبير في الشتاء وايضا طرق العلاج بتتعلق اغلابها بعلاج الاعراض وليس بالقضاء على الفيروس نفسه وان المناعة بتاعت الجسم هي اللي تقوم بالدور ده طبعا مش كل الحالات الحقيقة ان احنا بنحتاج ان احنا نعمل لها هذه الفحصات المتقدمة زي ما بنقول ان احنا بين بعض الحالات وخاصة الحالات الشديدة هي اللي بتحتاج لدخول المستشفى واجراء التحاليل لكن اذا كان فيه نوع من الانتشار الكبير لبعض هذه المشاكل الصحية فالحالات دي وزارة الصحة والقائمين على الصحة في مصر بيبقى عندهم يعني الشغف والضرورة الى انه لازم نعرف ايه المتسبب بالظبط وبالتالي ده بيبقى لمعرفة اسباب هذا الفيروس واذا كان فيه اجراءات وقائية بيتم فعلا نشر التعليمات الخاصة بيها لمنع انتشارها يبقى ده جزء مهم جدا من العليك احنا الحقيقة مش يعني بنعمل التحاليل لكل الاشخاص زي ما بنقول لكن لانه عادة هذا الفيروس والمصابين به الحالات لا تستمر المدة طويلة عادة هي من يومين لتلاتة على الاكثر الاعراض الشديدة لكن بعد يعني هذه الفترة المفروض ان المريض بيبقى قابل للعدوى انه يكون مصدر للعدوى وعليه انه هو يمتنع عن تخضير الاكل لاخرين الى جانب طبعا الابعادة المهمة المدة تبقية دكتور يا فندم على اقل المدة اسبوع الشيء التاني انه كمان هذا الشخص لازم يكون يعني بيتابع الحالة علشان ما يحصلش اي مضاعفات ممكن تحصل اذا كان مريض برضو لازم ياخد باله من انه كل الافرازات اللي هو بيتم تخلص منها سواء عن طريق القيء او الاسهال انها ممكن تكون مصدر عدوى وبالتالي لازم تخلص منها بشكل امن واستعمال مثلا الحمامات والتوالتات وبرضو تطهير ايد المصاب بعد اي عملية سواء من القيء او من الاسهالة بد ان هو يغسل ايده بشكل كويس علشان ما ينقلش العدوى سواء للأسطح او لأكلات هو بيقدمها لاخرين طيب يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر المعلومات الحقيقة قيمة جدا دكتور اشرف عقبة وده اللي احنا متعودين دايما من حضرتك عليه لان احنا بنتحدث عن مجموعة شاملة من الفيروسات صحيحة احنا كنا نتكلم حضرتك على نورو فيروس ولكن احنا بنتحدث عن مجموعة كاملة من الفيروسات اللي بتنتشر في الشتاء وبالتالي رشدة الوقاية منها والوقاية دايما خير من العلاج موحدة وزي ما حضرتك قلت اهم حاجة نغسل ايدينا دايما بالماء والسابون ونتجنب الاختلاط قدر الامكان مع اي حد ممكن تلكون ظهر عليه اعراض مش شرط خاصة فقط بنورو فيروس ولكن اي نوع من اعراض البرد بنشكر حضرتك جزيل جزيل الشكر يا دكتور اشرف الدكتور اشرف عقبة اذا على وجودك معنا في هذا الصباح استشاري امراض المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس شكرا جزيلا اتمنى لجميع الصحة طبعا مدومة الصحة والعافية